السلام عليكم التحديات او التحدي هي قصتنا اليوم وبطل قصتنا اليوم هو المسمى ديفيد بلينغ المعروف الألعاب السحرية او الألعاب خفة اليد او الخدع البصرية هذا الشخص يعني تحدية ليدر تحدية الموت ولكن أجله ما زال موفى ومؤخرا نقندر واحد تجربة اللي هي الطيران اللي هي الطيران هو معلق يعني معلق خمسة وخمسين بالون يعني خمسة وخمسين نفاخة على ارتفاع تمنيات الكيلومتر وعلى فكرة هات الشخص يعني عنده مرض الربو يعني الضيقة وعنده يعني الحجم درئتين دياله يعني صغر من الحجم المتوسط ولكن عنده يعني قدرة رهيبة على التحمول اه يعني ما نظن شوش كان شي واحد عنده هذا القدرة اللي عند هات الشخص لان هات التحديات اللي غد نشوفه رهها تحديات الموت فعلا تحديات الموت وتقول يعني هات التحديات اللي در من سنة 1999 لسنة 2008 قدر يزيد وينقص في الوزن دياله حوالي 1200 كيلو جرام يعني تخيلوا في التع سنين قدر يزيد وينقص من الوزن دياله 1200 كيلو جرام خليوني نشوفه كيفاش يعني يوقع في هات الزيادة وينقصان الجسم دياله ولا هات التحديات اللي كنسميها تحديات الموت اول تحدي غدي يكون في سنة 1999 وهو يعني يدفنه في تابوت زجاجي ومن فوق التابوت زجاجي يعني كين صندوق زجاجي ولا خزان ماء فيه على ما يقرب ثلاثة طون يعني ثلاثة طون في الوزن دياله فوق ذلك التابوت وكل شي جزاجي بشيبان كل شي ما كلا خدعة ولا ولا والتحدي هو غدي يقلص صامت الماكينة يعني سبعة ايام بدون اكل او شرب تخيل سبع ايام انت غين اعس هكايا بلا مكلة بلا شرب هدف يعني في نفس الصورة تحدي في ذاك السبعة ايام يعني على ما يقرب خمسة وسبعين الف شخص جاء تظهر ذاك المكان باش يشوف ديفيد بلينغ هو مدفون تماكينه ولكن ديفيد تاينوت وكيتكلم مع الناس بطريقة عادية وبما انه يعني شايف ذاك الجماهير الغافير اللي يحتاج دات لذاك المكان باش تظهر تشوفه هو مدفون قرر باش يدير تحديات اخرى ولكن هاد المرة غادي تكون في اماكن عمومية يعني بحضور جماهير وتقريبا سنة على التحدي الاول كيجي التحدي الثاني وهو غادي يكون في واحد الميدان في نيونيورك اللي هو تايم سكوير يعني بحضور جماهير وهالتحدي هو عبارة عن قالب تلجي متجمد غادي يقف فيه ديفيد بدون اكل بدون شرب بدون نوم ولمدة ثلاثة ايام تخيلوا هذا يعني هذا القوة التحمل التي لدي الشخص سيبقى واقف واقف كل ايام لا مكلة لا شراب لا نعاس رهيب كيقول من من الوصل يعني الستين ساعة بدأت تجه الواسطة في الدماغ ستين ساعة يعني خلف النهار الثالث بدأت تجي هلواسة الى حتى وصل من بعد 63 ساعة وما قد يكمل التحدي لانا ما قد يكمل بقاتله تسعودي السواية على ثلاثة ايام ولكن صافي يعني فين يطل ما عنده فين يزيد سبارك الله فين غادي تزيد اخويه 63 ساعة وانت فايق راهب والله راهب بالضبط الوقت اللي اللي دار ديفيد هو 63 ساعة و 42 دقيقة و 15 الثانية ولكن بعدها يعني حملوه للمستشفاء لان جسم دياله يعني دخل في صدماء ودوجه هور باش يتعافى من هاد التحدي اما التحدي الثالث فهو كان سنة الفين وجوج وهو التحدي هو يعني الوقوف ديفيد على عمود طول ارتفاع دياله 30 متر وهو وهو التحدي غادي يكون في واحد البرق اللي هو براين باركت في نيويورك يعني خاصوه يبقى واقف الماكينة لمدة 35 ساعة تخيلوا ابناندم غايبقى واقف 35 ساعة 35 ساعة غايبقى واقف بحضور الجماهير تخيلوا 35 ساعة غاية 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 بحضور جماهير وغاية 35 ساعة تحدي لم يكن لديه مشاكل ولكن المشاكل اللي حصلت له هو من يسا تحدي ارتفاع الكاراتين كانت تحدي هي اللي ارتجاج في المخ وكسر يعني في بعض الأضلع اللي لم يكن قصور بالغة اما التحدي الرابع فهو في سنة 2008 وهو البقاء في واحد القافز الززاجي معلق واحد الميدان في لندن وهو الوقاء يعني في ذاك القافز لمدة أطول بدون أكل ولكن الشرب يسمح له وقدر يدوز مكينة 44 يوم هو معلق في ذاك القافز الززاجي يعني في ذاك الميدان ولكن كان بغاية يزيد يكمل حتى لخمسين يوم ولكن ما استطاعش باش يكمل التحدي دياله ولكن كان يدوز 44 يوم يعني ما كانش ما كانش دير واحد لمدة محددة لهذا التحدي ولكن من دار 44 يوم قال على الززاج لم يكمل لخمسين يوم ومن بعد ما سالة التحدي دياله 44 يوم على اللقف القافز من بعد ما سالة التحدي في جمهور غفير كان حاضرة مكينة خداوة الفحوصات وكيتبين على أنه فقد بنوزنه 24 كيلو خلال 44 يوم تخيل 24 كيلو في 44 يوم رهيب والله رهيب أما التحدي الخامس فهو كان في سنة 2010 وهذا التحدي سيحتاج له تدارب ثلاث سنين يعني تحدي خاصته تدرب له ثلاث سنين نشوفوه هذا التحدي وهو قطع الأنفاس تحت الماء واللي كان الرقم القياسي كان بحوزته واحد الشخص اللي هو 8 دقائق وتمئة وخمسين وهو الشخص اللي بحوزته هذا الرقم القياسي يعني حجم الرئة دياله كيضاعف حجم الرئة ديال الإنسان العادي وكان عارفوه بأن ديفيد يعني حجم الرئة دياله أصغر من حجم الرئة المتوسط يعني هذا الشخص غد يكون دوبل على ديفيد لا في جسمانيا ولا في حجم الرئة دياله فلهذا قدر يوصل لهذا الرقم اللي هو 8 ديال الدقائق وتمئة وخمسين الثانية بحفز الأنفاس تحت الماء فلهذا كيف قلنا ديفيد كان خاصه يعني تدارب قاسية وكيف كان عارفوه هو عنده مرض رابو ويعني تلحج مدرئة دياله صغير أول حاجة هذا في تدارب دياله وهو خاصه يشوف كيف ينقص نبضات القلب دياله لأن ارتفاع نبضات القلب في الجسم الإنسان كان ينقص من ارتفاع الأكسجين في الجسم فلهذا كان خاصه تدارب باش يقلل نبضات القلب دياله يعني خاصه تدارب مكتفة وحمية غدائية باش يقدر يحصل على هذا الرقم وفي تدارب دياله كان كل نهار تقطع النفس دياله 44 دقيقة من إجمال 52 دقيقة يعني التدارب أول ما بدأت بدأت بطريقة للتنفوس مثلا هالطريقة تنقص ثاني أكسيد الكربون من الجسم ولكن تستطيع تضخ ولكن تستطيع فهذا يرضى الإنسان لهالطريقة هالطريقة تنقص ثاني أكسيد الكربون من الجسم تنقص تقطع النفس أكثر مدة من تنفس غير عادي ولكن هالطريقة هي اللي كانت يدير باش كنت تدخليه يعني هالطريقة كيديرها دقيقة وكيقطع النفس خمسة ديال الدقائق عاودة يعاودها دقيقة تنفس هكا وكيقطع النفس خمسة ديال الدقائق هكا مشا إلى حتى تصاب قطع النفس 40 دقيقة من 52 دقيقة ومن التدريب اللي كانت تدير يعني كانت يقطع الأنفاس يعني تحت من سمك القيرش وهذا الذي تجعله نقص من نبضات القلب يعني يجب أن يكتم الخلاعات لكي تقاطع الأنفاس وسمك القيرش سيسبح فوق منك رهيب والله رهيب المهم قبل أن يأتي يوم التحدي وهو قرر يدي واحد حاجة إضافية يعني لهذا التحدي وهو يبقى في الماء ولا يبقى تحت الماء سبعة أيام قبل ما يأتي يوم التحدي المهم الفكرة هي كانت يعني واحد الكورة زوجاجية عمرة بالماء يعني في واحد الميدا مقدام العموم وهو سيبقى في هذه الماكينة وكيف نارها ما سيبقى سبعة أيام كلها في الماء عندك كيف يتنفس مرة مرة أبقى فيها خمسة أيام وبما أن يعني منتجين البرنامج شاهدوا هذا يعني مميل يعني يعني مشهد مميل وقرروا يعني يعني بالسلاسيل من قرروا بالسلاسيل شعوره مهم ما صاب ما يقول يعني يعني تقبل هو الفكرة إلى حتى يعني بقى صابر يعني خمسة ديال خمسة ديال دقائق بدك يحل السلاسيل وهذا اللي خلاه يفقد كثير من الوكسجين في جسمه وهذا اللي خلاه كذلك يدخل في حالة إغماء إلى حتى اضطر فريق الإنقاذ باش ينزلوا في كل قيود دياله الوقت اللي وصله هو سبعة ديال الدقائق وثلاثين تاديا يعني فشل لأن الوقت كان هو ثمينة ديال الدقائق وثمينة وخمسين ثانية المهم بعد هذا الفشل قرر باش يدير تحدي آخر كذلك قطع الأنفاس تحت الماء ولكن كيف قلت من نوع آخر لأن قطع الأنفاس تحت الماء كان نوعين كان النوع يعني تنفس عادي والنوع الثاني هو أكسجين صافي وهذا يجعلك تختار من أكسجين عادي والرقم القياسي صاحب الأكسجين الصافي يعني يوصل 13 دقيقة أما الأكسجين العادي يوصل 8 دقيقة و 58 دقيقة أما الأكسجين الصافي يعني 13 دقيقة قرر باش يدير الاختيار الثاني فلهذا اختار يعني الرقب الثاني ذي 13 المينوت وقرر كذلك باش هاد باش هاد يعني هاد تحديد دير على قائناة الفازية فلهذا تم الاتصال بالتصل بالمديعة المشهورة أوبرا اللي عندها البرنامج ديال أوبرا كذلك واخده الموعيد أربع شهور يعني من نهار تصل بها غادي يكون يوم التحدي وخلال هاد الفترة يعني ديال تداريب كان ديفيد كينعس كل الى فواحد الخيمة الصناعية اللي هاد الخيمة يعني فيها يعني فيها جهاز ضغط كي يخلي تمك الجو في ذاك الخيمة اللي يكون فيها كي يكون بحرك على ارتفاع خمسة كيلومتر على سطح البحر يعني كانوا كل كان كل لكيبات فيها في الصباح يجبدوه منها ضايق وهذا ساعده كثير هذا التداريب ساعدته كثير على هذا التحدي لان بهالتداريب اول تجربة يعني في قطع النفس مع الاكسجين الصافي يجعله يقطع النفس خمسة المينوت وكيف قلنا يعني الرقم القياسي بكين بثلتاش دقيقة اما هو قدر يجيب خمسة المينوت ولكن لم يكن نهار التحدي هذا غير التداريب المهم بما أن التحدي كان عنده يعني قدر صاحب الرقم القياسي الأول اللي ديت 13 المينوت باش يعني يسمع الخبر وقدر يعاود التحدي هو يعني ببضعة أيام قبل من يوم التحدي دي فيد يعني يقدر يحطم رقم قياسي اخر اللي هو 13 المينوت و 32 دقيقة يعني دار مشكلة دي فيد هو كان بالرقم القياسي الأول دي فيد دار في التداريب جاب 15 المينوت أما صاحب الرقم القياسي الأول قدر يحطم الرقم القياسي وهو الشخصي ب 16 المينوت و 32 دقيقة يعني مشكلة لدي فيد يعني وبيبع أن جاي قرب يوم التحدي ما كانش على دي فيد أخر وهو يعني يحسن من الرقم القياسي الرقم اللي هو 15 المينوت يعني تداريب خرامة ما كانش عنده الوقت و جايه من تحدي المهم غطس ديفيد في الكورة السجاجية داست العشر دقائق اللي كانت عنده معاناة و اللي دار فرسو قرر بأنه ما ستسلمش و أخا و أخا يؤغمى عليه ولا يوقع له شنو يوقع له لأنه هو اللي كان شخصيا تصل بالمدعاء أوبرا هو اللي يعني يعني يقلب على هذا البرنامج باش يبان فيه و قرر باش ما يستسلمش و يعني دوز ما حنا تمكيناه إلى حتى دقيقة 16 و 32 كيسمع صوراخ الجمهور تمك عرف بأنه راق الرب يعني راه فات الرقم اللي كان اللي كان اللي هو 16 و 32 وبقى إلى حتى وصل 17 دقيقة و قدر يحطم هذا الرقم اللي هو 16 و 32 و تقول ديفيد هذا هو أصعب تحدي يعني الداز عنده هو الغطس لأنه كيف قلنا لأنه حجم الرئاتين دياله صغار ولكن راهب و في سنة 2010 دار تحدي وهو يمسك رصاصة من عيار 22 مكاسم صغير كان في فمه و في سنة 2012 دار تحدي الصعق وكان مباشر على القناة وهالتحدي كان صعقه مليون فولت وعلى الكسوة معدنية هذه الكسوة تزن 15 كيلو ويبقى تمامك لمدة 72 ساعة بدون أكل بدون شرب ولا نوم وآخر تحديات هي الدار يعني هنتم ما شفتو هذا الشخص كيف قلنا يعني طاقة التحمل رهيبة رهيبة والله رهيبة نطلب من الله تكون عجب تكون بقصتنا اليوم أستعود عليكم الله والسلام عليكم